موسيقى اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد في لقاء جديد مع برنامجنا الاسبوعي قصة الكنيسة نحن نتابع هذه القصة الجميلة هذه القصة الملهمة قصة الكنيسة الاولى في سنينها الاولى في القرن المسيح الاول وصلنا الى بداية الاصاح الثالث عشر او بالتحديد اصاح اتناشر من اية خمسة وعشرين بهذا القول نبدأ ما يسمى بالرحلات التبشيرية للرسول بولوس وهنا الرحلة التبشيرية الاولى سفر الاعمالة صاح اتناشر من اية خمسة وعشرين الى اصحاح اربعتاشر اية تمانية وعشرين الى الان تحقق من خطة المسيح وتكليفه للتلاميذ في اعمال واحد تمانية وبحسب شهادة الرسل الكرازة بالانجيل في اورشاليم وكل اليهودية والسامرة والان بنبدأ المرحلة الرابعة من هذه الخطة وهي والى اقصى الارض زي ما قال لهم في اعمال واحد تمانية استخدم الرب خلال السنوات الاولى المشار اليها في الاصحات واحد الى اتناشر في خدمة الكرازة الرسل وبصفة خاصة بطرس واثنين من الشمامسة هم مصطفانوس بخطابه الشهير واستشهاده في اصح سبعة وفي لوبوس وخدمته في السامرة وتقديم الرسالة الخصي الحبشي في اصح تمانية ثم ذكر البشير لوقة بالشيء من التفصيل اختبار تجديد اتنين هما شاول وكرناليوس وفي كل هذا كانت الخدمة موجهة بالاساس الى اليهود معدى الاستثناءات اللي عشرنا اليها مثل فينقية وقبرص وانطاكية في اعمال 11 آية 19 لكن حقل الخدمة لم يخرج من الاراضي اليهودية وحتى هذه البلاد التلاتة المشارئة لها اللي هي فينقية لبنان وقبرص وانطاكية كانت الخدمة موجهة في البداية لليهود اذا حان الوقت للخروج الى الامم للخروج خارج الحدود الجغرافية والمعتقدات اليهودية المعروفة خارج حدود النموس التقليدية من هنا بدأت الرحلة التبشرية الاولى كان ما صارها انطاكية سورية دي الكنيسة المرسلة اللي اتكلمنا عنها مرة قبل كده وبعدين قبرص وبعدين انطاكية بيسيدية في شرق تركيا ثم ايقونية والاسترة ودربة ثم العودة الى انطاكية سورية خلينا نفتدي بانطاكية انطاكية سورية وبسميها نقطة الانطلاق من اعمال 12-25 الى اعمال 13-4 ورجع برنابة وشاول من اورشاليم بعدما كمل الخدمة واخذا معهما يحنى الملاقب ماركوس وكان في انطاكية في الكنيسة هناك انبياء ومعلمون برنابة وسمعان الذي يدعى نيجر ولكيوس القيرواني ومناين الذي تربى مع هرودس رئيس الربع وشاول وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابة وشاول للعمل الذي دعوتوهم اليه فصاموا حينئذ وصلوا وضعوا عليهم الاياد ثم اطلقوهما فهذاني اذ ارسلا من الروح القدس انحضراء الى سلوكية فاكرين انه برنابة وشاول راحوا في مهمة خاصة من انطاكيا الى اورشاليم بيحملوا تقديمات الاخوة هناك الى الكنيسة في اورشاليم بسبب المجاعة اللي كانتها تحدث ودلوقتي بيرجعوا من اورشاليم الى انطاكيا انطاكيا سوريا ومعاهم يوحانا ماركوس واصبحت انطاكيا سوريا مركز ثاني للانجيل بعد اورشاليم بل الحقيقة هي نقطة الانطلاق الاولى للارسالية ومنها خرجت الارسالية الى اقصى الارض كان الكنيسة بيها انبياء ومعلمون وذكروا من الحقيقة البشير لوقة باسمائهم برنابة وده اشارنا اليه قبل كده وهو في الاصل لاوي من قبرص وتحدثنا عنه بالتفصيل لما تكلمنا عنه انه القدوة والنموذج بس حابب اضيف هنا انه كلمة كان متقدمة في كنيسة انطاكيا كراعي او شيخ فيها وعدين سمعان الذي يدعى نيجر ده يرجح انه هو سمعان القيرواني اللي حمل الصليب خلف يسوع في متى 27 واللي اصبح مسيحي هو وابنائه الكسندر وروفس القائد الثالث هو الكيوس القيرواني واضح انه من قيروان شمال افريقيا ولا نعتقد ان لوقة كاتب السفر زي ما البعض بيفتكر لان لوقة يميل كثيرا الى اخفاء شخصيته خلال السفر ومناين الذي تربى مع هيروليس انتباس ابن هيروليس الكبير وكونه تربى معاه تعني ربما كان اخا لهيروليس بالتبني او كانت منهم صداقة قوية في الغالب كان مناين هذا مصدرا مهما للوقع عن القصر واخباره وكان القائد الخامس هو شاول من ترسوس واعتبر هؤلاء الخمس انبياء ومعلمون في كنيسة انتاكيا او بعضهم معلمون وبعضهم انبياء وبعدين بينقلنا البشير لوقة الى اختيار برنابة وشاول للارسالية وهنا لابد ان نسأل عن من يتكلم لما بيقول وبينما هم يخدمون الرب ويصمون من الذين صاموا حينئذ وصلوا وضعوا عليهم الايادي لا يمكن ان يكون هؤلاء هم فقط القادة الخمسة المشار اليهم لابد انه يتكلم عن الكنيسة ككل بحضور هؤلاء الانبياء والمعلمين زي ما حدث في اختيار السبع لخدمة المواد ثم ان برنابة وشاول بعد عودتهما من هذه الرحلة جمعاء الكنيسة واخبارة بكل ما صنع الله معهما زي كده بيقدموا تقرير الكنيسة اللي ارسلتهم في هذا الجو الرائع الجو المصحوب بالعبادة والصوم والصلاة في هذا الجو قال الروح القدس ربما كان بصوت مسموع من الجميع او باعلان خاص لواحد من الانبياء اللي يخبر الكل ان يفرزوا برنابة وشاول لعمل خاص قد سبق الله ودعاهما اليه وبصفة خاصة شاول لهذا العمل وهو الكرازة للأمم الكرازة للأمم افتكر في غلطي واحد اشار الرسول بولوس لهذه الدعوة المجيدة المباركة الخاصة بالكرازة للأمم لما قال في آية 15 ولكن لما صر الله الذي افرزني من بطن امي ودعاني بنعمته وقال في غلطي اتنين وآية تسعة فيذ علم بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفة ويحنى المعتبرون انهم اعمدة اعطوني وبرنابة يمين الشركة لنكون نحن للأمم واما هم فللختان اذا جاءت الدعوة والتخصيص من البداية من عند الرب وصداقت الكنيسة وباركة هذه الدعوة ايدتها بوضع الاياد عليهم وبعدين اطلقوهما للخدمة وللارسالية هكذا تقدم كنيسة انطاكيا صديق المشاهد مثال رائع لكل كنيسة والحاجة الملحة النهاردة ان كل كنيسة تدرك دورها المرسلي يمكن برنابة وشاول كانوا افضل القادة الموجودين في كنيسة انطاكيا افضل الخدام وغيابهم خسارة كبيرة حسب الظاهر لكنها قررت ان هي ترسلهم لتحقيق الارسالية العظمة الى اقصى الارض انطاكيا نقطة الانطلاق ثم حدث انهم ذهبوا الى قبرص قبرص بسميها الدينونة والخلاص لو اريت من اية اربعة لآية اتناشر في هذا الاصحح من اعمال تلتاشر هتشوف ما حدث في قبرص في ذلك الوقت لكن خلينا افكرك بالقصة من سلوكية ده ميناء في انطاكيا صافر برنابة وشاول ومعاهم يحنى ماركوس الى قبرص وقبرص دي بلد برنابة ويمكن هو طلب انه يروحوا قبرص الاول علشان يقدموا رسالة الانجيل لاهله ومحبيه وبعدين هي برضو اقرب المدن الى سلوكية في اتجاه الغرب وصلوا الى سلاميس ميناء قبرص الشرقي وهناك ناداية بكلمة الله في مجامع اليهود اخد بالك النقطة دي اصبحت عادة عند الرسول بولوس في معظم المدن اللي كان بيذهب اليها يبدأ كراسته في المجمع معظم المدن كان بيعمل كده الرسول بولوس لكن اهم الاحداث اللي كانت في الجزيرة كانت في مدينة بافوس العاصمة اللي كان بيها دار الولاية الرومانية وكانت مشهورة بالعبادات الوسانية هناك اتقابل برنابة وشاول مع شخصيتين هميتين الاولى هو بار يشوع يهود الاصل وكان ساحر ونبي كذاب بار يشوع هذا لما شاف ان الوالي سيرجيوس ليه رغبة ان يؤمن بيسوع المسيح قاوم برنابة وشاول بكل قوته يمكن بالجدال يمكن بالسخرية يمكن بالتشكيك في رسالتهم ولانه في الغالب صديق للوالي اراد ان يمنعوا عن الايمان وهنا ادرك الرسول بولوس انه امام اخطر هجوم من عدو الشرس في مواجهة بار يشوع اللي هو في الحقيقة ابن ابليس يتشابه هذا الموقف كثيرا مع اللي حدث مع الرسول بطرس في مواجهته لسيمون في اعمال عشرين اعمال تمانية معذرة امتلأ الشاول هنا من الروح القدس وواجه رسائل دينونة شديدة من الله الى عليم الساحر وفي الحال سقط عليه ضباب وظلمة فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده لا شك ده عمل معجزي واتسمت معجزات العهد الجديد بالرحمة والخير للانسان باستثناء هذه المعجزة وزيها كمان موت حنانية وسفيرة كحاجة سلبية واتعرضنا للقصة دي لما تكلمنا عن حنانية وسفيرة من قبل خطيئة عليم الساحر الحقيقة لم تكن خطيئة عادية لكن كانت مقومته للرسولين محاولة افساد الوالي عن الايمان هي مقومة لله نفسه ومع هذا كان امامه باب للرحمة لان شاول قال له لا تبصر الشمس الى حين يعني عند توبته ورجوعه سترفع عنه هذه الضربة فدي الدينونة اللي كانت في قبرص اما عن الخلاص فده كان للشخصية التانية اللي هي شخصية الوالي سرجيوس بولوس وده شخص روماني بالطبع كان رجلا فهيما عنده رغبة في معرفة الحق دعا برنابة وشاول علشان يسمع منهما كلمة الله وبعد اللي شافه مع عليم الساحر توطط ايمانه من تعليم الرب ومن المؤكد انه اعتمد بعد ذلك وفيه شهادات تاريخية على عائلة سرجيوس اللي اصبحت مسيحية فيما بعد والبعض بيشوف انه شاول اتخذ اسم بولوس من اسم هذا الوالي اللي عرف المسيح بكراسته وفي بداية رحلته التبشرية الاولى نيجي الى انطاكت بيسيدية وفيها اتكلم بولوس بالعزة الاولى اية 13 و14 في اصح 13 من سفر الاعمال ثم اقلع من بافوس بولوس ومن معه واتوا الى برجة بامفيلية واما يحنى ففارقهم يحنى ماركوس ورجع الى اوريشالين واما هم فجازوا من برجة واتوا الى انطاكت بيسيدية ودخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا صافر الرسول بولوس بحرا ومن معه من بافوس شمالا في قبرص الى برجة بامفيلية في اسيا الصغرى اللي هي تركية حاليا في النقطة دي فارقهم يحنى ماركوس وعاد الى اوريشالين الحقيقة مش عارفين سبب عودته هل لم يحتمل مشقة السفر والخدمة ام شعر بالحنين لوطنه وامه في اوريشالين على اي حال هذا الرجوع ليحنى ماركوس ترك تأثير سلبي بصفة خاصة على الرسول بولوس وبسببه اختلف بولوس وبرنامج فيما بعد وانفصل احدهم عن الاخر وده اللي هنشوفه بعد كده في اصحاح خمسة عشر الحقيقة لم يخبرنا البشير لوقة ببقاهم او كرازتهم في برجة يبدو انهم يتوجه مباشرة الى انتاكية بي سيديا ودي كانت مدينة مبنية على جبل عالي عشان كده كانت بتسمى مستعمرة قيصر منذ ان حولها الامبراطور اغسطس الى مستعمرة رومانية وصارت انتاكيا انتاكية بي سيديا هنا عاصمة اقليم بي سيديا ولهذا بتسمى في الغالب انتاكية بي سيديا واضح ان الرسول بولوس كان مهتم بدخول هذه المدن الكبيرة لاجل الكرازة بالانجيل كان اهتمامه الاول كعدته يذهب للمجمع يوم السبت وجزء من اهتمامه انه يذهب الى المدن الكبيرة وقدم الرسول بولوس اول عزة اول عزة لعدد من الناس او اول عزة نقدر نقول مكتوبة في سفر الاعمال للرسول بولوس في انتاكية بي سيديا وفي هذه العزة اتكلم الرسول بولوس عن الماضي وانه فيه عناية الهية وبعدين اتكلم عن الحاضر وانه فيه خطة خلاصية وتكلم ايضا عن الاختيار بين الموت والحياة انا حابب نرجي الحديث عن هذه العظة لكن بس اذكر حضرتكم ببعض الكلمات اللي بدأ بيها الرسول بولوس هذه العظة المباركة يقول كده الكتاب بعد قراءة النموس والانبياء ارسل اليهم رؤساء المجمع قائلين ايها الرجال الاخوة ان كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا فقام بولوس واشار بيده وقال اقف هنا ونكمل بمشيط الرب الاسبوع القادم لكن هنا ناخد بالنا انه زي ما قلت من شوية كان اهتمام بولوس ان يبدأ من المجامة اليهودية في قلبه اشواق وحنين لتوصيل رسالة الانجيل لشعبه لامته لاخوته من خلفية يهودية وكانت العادة في المجامع انه اذا وجد ضيف فرئيس المجمع او رؤساء المجمع يقدموا الدعوة للضيف اذا كان هو شخص يجيد الحديث في النموس وفي شرح النموس وضروري عرفه من عن شاول انه كان اه واحد من العارفين بالنموس والدارسين للنموس فدوله الفرصة انه هو يتكلم في المجمع حسب الظاهر الفرصة من من ترتيب رؤساء المجامع لكن هي بالاولى من ترتيب العناية الالهية انه يقف بولوس في مجمع يهودي ويعلن رسالة الانجيل اكيد كانت لحظة مباركة جدا جدا واشتاء بولوس ان هو يعملها اكيد من سنين هنكمل حديثنا بمشيط الرب في مثل هذا الوقت من الاسبوع القادم واحنا بنتابع عزة بولوس الاولى في المجمع اليهودي في مدينة انطاكيت بي سيديا والرب معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة